السلام عليكم اشتركوا في القناة طبعا نمر إلى تشكيلة الفريقين للتفكير طبعا نوفل اذكر بالتشكيلتين قبل انطلاق المباراة تشكيلة التراجي رادي التونسي في حراسة المرمى جون شاك تيزي سهيل بالرادية ويسام البكري في المحور العربي جابر وبنان وانيري كمال ازعيم سيفال المحجوب مورد الملكي واليد التايب ربعي خط الوسط تمامكم تشكيلة التراجي وثنائي خط الوجوم نيجيري مايكل انيرامو وردوان بن وانياس مدرب التراجي طبعا هو خالد بن يحيا الاحتياطيون في تشكيلة التراجي الذي تونسي حارس مرمى احتياطي حمدي القصراوي خالد بدرة والعودة بعد الاسابة أحمد بن يحيا أمين الطيف حمدي الحرباوي توفيق الهمامي ولطفي الهمامي هذه تشكيلة الاحتياطية بالنسبة للتراجي قريضي التونسي تشكيل الترنادي الافريقي علي بومنيج الخالد السويسي يانيس العمري بير يونكا محمد علي الغارزول سعد ورثاني ويسام يحيا وسامة سلامي موسى بوكانج بورها الغنام وامين العويشاوي بالنسبة للاحتياطيين خالد عزيز كحارس مرمى احتياطي منكم التشكيلة الاساسية شكري الزعلاني محمد المكشر والدي الهيشري نيس العياري الجيل كيتاء والعماري البرجوجي تقم تحكيم لوف الأجنبي تحديداً سويسري يدين هذه المباراة أكيد تقم تحكيم سويسري لإدارة هذه المباراة الدولي الروني الرجالة ستكون للنادي الافريقي ثم ثنائي أسامة السلامي ومحمد أمين العويشاوي وفي هذه اللحظة تنتلق مباراة الدورة نياري بين بيرنيانكا وردوان بن واناس مراد الملك يستعد للتنفيذ وتنبيه من الحكم حوار بين خالد سويسي وردوان بن واناس مراد الملك يعطي الحكم شرط التنفيذ ومرة أخرى تدخل الحكم من جديد تنفذ الكورة الآن والهدف الأول للترشي مايكل إيرامو في التكلفة تنمي حوار كان كبير داخل مناطق شازاتها النادي الافريقي ضربة مخالفة للترشي في التنفيذ مراد الملكي تسقط الكورة أمام مايكل إيرامو بخالة الحارس علي بومنيشل ويمضي الهدف الأول هاي الإعادة التنفيذ من مراد الملكي ترشع من محمد علي الخرزول تستدم بخالد سويسي وفي المتابعة مايكل إيرامو هاي إعادة من ساوية معاكسة مراد الملكي في التنفيذ محمد علي الخرزول تستدم بخالد سويسي لسالح النادي الافريقي لكن فتحت مرة أخرى المحجوب يترجع من الجايد لأسعد الورتاني لأسعد الورتاني لأسعد الورتاني بزر المحافظة على كورة تبع فيه مايكل إيرامو لأسعد الورتاني فتجانيس العمر يتوقف داخل ماتخصة زي وزعوا من هدف التعادل هدف التعادل من سالح النادي الافريقي من تلك برهيل غنهم كان توغل من الجهة اليسرع من أنيس العمر يوزع برهان غنهم يخص قرش وشكزي برهان غنهم يستغل الموقف وبتزديدة رأسية يتمكن من تعديل النتيجة تدقيقة نظر وعشرين لصالح النادي الافريقي أولا برهان غنهم إذا متقاير النتيجة هو التوغل من الأنس العمر التوزيع في القائم الثاني برهان غنهم يتمكن من تعديل النتيجة لصالح النادي الافريقي أو من زاوية أخرى هدف التعادل للنادي الافريقي شو مشاكزي أخذاش كون خلاش الكورة برهان غنهم استغل هذا الموقف متبكد من تعديل النتيجة لصالح النادي الافريقي في الدقيق أولا الحكام لصالح النادي الافريقي هي عادة بهدف تعادل للنادي الافريقي التوزيع كان من أهنيس العمر والتزديد الرأسي التسخينية على المخالف ويسام بن يحيا في التنفيذ المخالف أو ويسام السلامي ويسام بن يحيا ينفذ وتزديد الرأسي وعن عارضة وقائم الأيسر الحارس جون جاكتيزي التنفيذ من وقتها وياخد كورة مايكل إلرام وترجع من جديد سلح الترجي زعيم 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 يسدد والهدف الثاني الغالب تترحارس وغالب الجديع هنا في الملعب تزديد كمال زعيم تتغالب الحارس علي بن مريجل والهدف الثاني لصالح الترجي في الدقيقة الأولى هذا الشوطة الثاني لذلك مضاعفة النتيجة بصالح الترجي عن طريق كمال زعيم أي لعادة مكانش ربما ينوي ويحتزم التصويب من حارس علي بن مريجل مكانش ينتظر ربما في كورة كمال زعيم ما قراش حسابه كما ينبغي علي بن مريجل ويتمكن كمال زعيم تتنفذ الركنية والتزديد الرأسية وترجع من علي بن مريجل في مرة أولى ثم من الدفاع في مرة ثانية عملية اختيرة على دفاع الندي الأفريقي يتمكن علي بن مريجل في مرة أولى من أبعاد الكرة هي عادة يبدو لي ولد المالكي دي علي الكرة ويسام بن يحيي هو دي الكرة ويسام السلام ويسام السلام كسيرة ما تصولش الوليد العمري اللي كان يجي من الجديد والتزديد من البعيد ويسام بن يحييي تصدغينا في الكرة وعط الكرة في الركنية رغم التعكمية بيسالح النادي الأفريقي ويسام بن يحيي يوزعه وترجع من الدفاع ومورتان كولا ولادف الثاني كولا مورتان كولا مورتان كولا ولادف الثاني عن طريق انيس العياني. اللاعب البديل. انيس العياني يتمكن تعديل النتيجة لصالح النادي الفريقي. فالدقيقة ثلاثة سبعين. يسابق وضلاعق الهدف. بهذا العرض الفرجة والكبير بين الناديين العريقيين. بين التاريش للتوسيء. والنادي الفريقي عربة هداف. الى حد دقيقة سبعين. وفرجة. هذه المباراة يعادل الهدف. هو اللاعب البديل فعلا الانيس العياني. بقيقة ثلاثة سبعين. يتمكن من اه تعديل النتيجة. لصالح النادي الفريقي. هدفين مقابل هدفين. ولقاء واعد نوفر بين التاريش للتوسي والنادي الفريقي. اقريب سبعتاشر فيها. نكهة مباراة الاشوار واعادة من زاوية معاكسة لهدف اه امين صيف وكمال اسعيه. وسامة السلامي. مهد لسعد الورتاني. سدد. وامين لعويشاوي. التزديد من امين لعويشاوي وتدخل جونشاك تيزي. فرصة الهدف الثالث الثيع على مهاجم الافريقي محمد امين لعويشاوي. تتحول الكرة للركنية. غربة ركنية. ويسام بن يحيا هو اللي مشي تولى التنفيذ. ويسام بن يحيا يرفع وتعود من جونشاك تيزي. ترجع الويسام بن يحيا. ويسام بن يحيا امام ومورد المالك. ويسام بن يحيا والكرة ضاعة. غربة مرمى للترجي. امامنا مدربة ترجي خالد بن يحيا بينما هذه عادة للمحاولة الاخير لفريقي. التمهيد من السلامي والتزديد من لسعد الورتاني تيح الكرة امام لعويشاوي السادد واتيزي في الروكنية. ترجع كرة للترجي. في هذه الحسن اذا في الولا. كرة النادي الافريقي بوكون. التوزيع واتيزي. التوزيع كانت توزيعة في شكل تزديدة مباختة. واتيزي في المكان المناسب. هذه الاعادة وسام السلامي. توزيعة في شكل مع الحسن اذا فيها الثانية. هذه ارزول. في اتجاه وسام السلامي. وسام السلامي. يبعد على الموسان ده. يلقى لسعد الورتاني. لسعد الورتاني. التزديد من بعيد. وشو شاك تيزي. التزديد مباختة من لسعد الورتاني. وشو شاك تيزي على مردين في الركنية. ما كانش ينتظر في تزديدها من بعد ذاكة من لسعد الورتاني. هاي الاعادة. مباختة. وديزي على مناسب. حاجة. اه تزديد التزديد من التعادل هدفين الهدفين. بين الترشي الرياضي والنادي الافريقي. تنفذ التماس من سويل برادي. مختوعة من السعد الورتاني. تعود سويل برادي. احمد بن يحيا. يعمل مراوقة. وضربة مخالفة. في موقع ممتاز للترشي. بالنحظات من نهاية الحصة الاضافية الثانية. والمباراة. كهذه اعادة لتدخل وسام بن يحيا مع احمد بن يحيا. وضربة مخالفة كرة ثابتة. كرة ثابتة للترشي. كانت ذكروا مباراة الاياد في طالر الرافطة المحترفة الاولى. ثلاثة هداف المباراة كانت على اثر كرة ثابتة. سوس للترشي. وواحدة للافريقي. سوس اياد بسيطة تحصل مثل هذه المقابلات. لفها التوازن بين الفريقين. ضربة مخالفة للترشي. ثم كمال زعيم. ومراد المالكي. تقريبا اثمينة وعشرين تلاثة وعشرين متر. عن مرمى الحارس علي بومنيشي. كيف سيكون التنفيذ? يبتعد مراد المالكي. يبقى كمال زعيم. وراه ويسام البكري. كمال زعيم. يستعد للتنفيذ. سات دو جانبية. فوق المرمى بقليل. كانت مقوسة. فوق الجدار. كورة كمال زعيم. هاي الاعادة. فوق الجدار. جانبية لمرمى الحارس علي بومنيشي. وفي هذه اللحظة. الحكم سويسري. روني رجالا يعلن عن نهاية الوقت الاصلي. يعطيه الحكم روني رجالا. يتقدم ويسجل. يسجل مراد المالكي. واحد سفر للترجي في ضربة الجزائر. واحد سفر للترجي. و. وسامة سلامي. من جانب النادي الافريخي. هو بش يتولى التنفيذ الراكلة التنزيحية الاولى. بالنسبة بالنادي الافريخي. وسامة سلامي. بالنسبة بالنادي الافريخي. في مكانها. وسامة سلامي. يتقدم ويسدد ويغلق العرس تيزي. واحد واحد. مراد المالكي من جانب الترجي الافريخي. و.وسامة سلامي. هي عادة. من جانب النادي الافريخي. تركيز كبير من حارس النادي الافريقي. علي بومنيشل. التعادل واحد واحد. في ضربات الجزائر. كمال سعيد. هو الانشيطولة تزديد الضربة الثانية. كمال سعيم. يتقدم. يسدد ونجحة. يسدد كمال سعيم ونجحة. مرة اخرى. يختار الجيهة اليمنى بعد موراد المالكي لمرمى علي بومنيشل. وفرحة بنك الترشي. بنجاح كمال سعيم في ضربة الجزائر. ضربة الجزائر تانا ومن في شرفانا ويسام بن يحيا. ويسام بن يحيا. ستولى تنفيذ ركل الترجيحية الثانية للنادي الافريقي. وجه لي وجه. امام جون جاك تيزيه. يتقدم ويسام بن يحيا. يسدد ويغالب تيزيه. ناشحة. اثنين اثنين. اثنين اثنين. زوز اه ركلات ترجيحية العادة في الا كانت في وسط المرمى. في وسط المرمى. اثنين اثنين. والدور للترجي رياضي تونسي. الترجي رياضي تونسي. ضربة الجزائر الثالثة توفيق الهمامي. توفيق الهمامي. اخذاء ما كانوا اه. اخذاء ما كان امين التيف. اللي بدوره كان اخذاء ما كان رذوان بن وناس. تخلى اثناء المباراة. توفيق الهمامي. يتقدم. يسادد وناشحة. مرة اخرى. على الجيهة اليمنى لمرمى بومنيش. ثلاثة ضربات جزائر للترجي. ثلاثة على الجيهة اليمنى لمرمى الحارس علي بومنيش. شكري زعلاني. نعم بغيما كانوا في اواخر اللي نحس ايها فيها الثانية. ايش يتولى تنفيذ الركلة الترجحية الثالثة بالنسبة الى النادي الفريق. شكري زعلاني يتقدم. ويغالد جونجاك تيزي. هدف ناجح. ناجحة الركلة الترجحية تلاثة تلاثة. تعادل. وتشويق حتى في اه الركلات الترجحية نوفل. تلاثة تلاثة. اوبينا نوانيري للترجحية. هو اللي مش يتولى تزديد ركلة الترجحية الرابعة. الى حد الان التعادل تلاثة تلاثة مع اسبقية الترجحية في التنفيذ. اوبينا. يتقدم. يسدد لغالد بومنيشي. هذه المرة يخير الزاوية. من اليمنى الى اليسرى. بومنيشي لمشيها للزاوية اليمين. وابنا. تحت العارضة. في الزاوية اليسرى. الرابعة ناجحة للترجح. الركلة الترجحية الرابعة. محمد علي الغرزول. محمد علي الغرزول بشتولة تنفيذ الركلة الترجحية الرابعة. بالنسبة الى النادي الافريحي. الركلة الترجحية الرابعة. محمد علي الغرزول بيتقدم. وغالط التزي. اربعة اربعة وتركيز كبير. بالنسبة الى اللاعبين الى حد الان. عارب على. تراكل الترجحية ناجحة من الجانبين. بالتركيز كبير. من اللاعبين. ويسامل بكري. الظهير الايسر في تشكيلة الترجحية. هو اللي بشتولة تنفيذ ضربة الترجحة الخامسة. ويسامل بكري. يتقدم. يسدد وناشحة. مرة اخرى. في الساوية اليسرى. قوية كانت تزديد ويسامل بكري. هاي الاعادة بالرشلة اليسرى قوية. رغم محاولة الحارس علي بومنيشن. خمسة اربعة للترجحي. مع اسباقية التنفيذ للترجحي. يعني الافريقي. ما زالت له ثربة جزاء خمسة. ولسعد الورتاني. كانت تقدم لسعد الورتاني. رجاع. بشتولة تنفيذ الركلة الترجحية الخامسة. ترفو مسؤولية كبيرة بالنسبة لللاعب بشنفو بالركلة الترجحية الخامسة. لتعديل الكفة. بالنسبة للنادي الافريقي. خمسة. بالنسبة للترجحي. اربعة. للنادي الافريقي. والركلة الترجحية الخامسة. لسعد الورتاني. بشتولة تنفيذها بالنسبة للنادي الافريقي. يتقدم. لسعد الورتاني. والبراء. الضايع والكعس. للترجحة. ذي تونسي. يعني ضيع اسعد الورتاني. اه ضربة الجزاء الخامسة. تكون هكا الكعس للترجحة ذي تونسي. نعرفوا انها ضربات اه بخلف ضربات اه ركلات ترجحة. هي هي ركلات كذلك الحظ. والحظ ما كانش اه ادار ظهره. للاسعد الورتاني ذي كهي احكاة بكونة القدم. هنيئا للترجحة ذي تونسي. بهذه الكأس. وحظ اوفر. للندي بذريحي. الثنائي بالمئة وعشرين دقيقة كاملة. وضربات الترجيح لتحديد صاحبا اميرة. الترجي يتحصل على الكأس العاشر. مورد الميركي. الثنائي بالنسبة للترجل اللي تنسي لهذا الموسم. موسم الفين وخمسة الفين.